ومن درعا ينضم إلينا أحمد أبو ريشان الناطق العسكري باسم الجيش الأبابيل أهلا بك يعني اليوم الجيش الحر أطلق معركة السيطرة على شيخ مسكين ماذا تعني يعني الشيخ مسكين بنسبة لثورة السورية بسم الله الرحمن الرحيم بحيطة لك يا أستاذ المشاهدين معارك عنيفة ومعارك كبيرة انطلقت صباح هذا اليوم في قرى وبلدات حوران تمثلت بثلاث معارك ضمن مناطق مختلفة نعم كما تم سابقا معركة تدخل عليهم الباب التي تمثلت بتحرير مدينة الشيخ مسكين من الداخل وتل حمد وعدة حواجز نعم اليوم استكمالا لها تم فتح الجزء الثاني من هذه المعركة والتي تهدف للسيطرة على اللواء 82 بالإضافة لبعض الأجزاء الشمالية من بلدة الشيخ مسكين نعم هذه معركة أيضا لدينا هناك معركة أخرى سمت بمعركة فضرب الرقاب نعم وقامت بها فصال الجفة الجنوبية الجيش الحر حيث من المنتظر الأهداف التالية تحرير بلدة الديني والسحيلية وبلدة لقنائية وبلدة برقة وبالإضافة لعدة حواجز منها حاجز الدرامسة ومستودعات فرعون نعم كما أيضا انطلقت صباح اليوم معركة ثالثة وسميت باليوم الموعود والتي هي تعتبر استكمالا لفتح الطريق إلى مدينة دمشق وهذه المعركة تهدف إلى تحرير حاجز عين عفا وخربة عين عفا وتل العريد ومعمل الكلور وحاجز الأعلاف الذي يربط ما بين ريف الدرع الشمالي الغربي بالإضافة لريف الدمشقي ما هو حجم وجود أو أعداد جيش النظام في لواء الثامن والثمانين؟ نعم بالنسبة للواء الثاني والثمانين كان هناك عمليات رصد لأبطال الجيش الحر رصدوا أكثر من أربعمائة مقاتل ضمن هذا اللواء وجاءت إليه بعض القطع التي انسحبت من مدينة نواء ومن عدة حواجز في نواء من اللواء مية واثناش نعم كل هذه القوات الآن تتمركز في اللواء الثاني والثمانين البعض من هذه القوات انشقة في الأيام السابقة يوم أمس وقبل أمس حدثت بعض حالات الانشقاق لإضافة لبعض حالات الهروب والانسحاب من اللواء هل يمكن حسم هذه المعركة أم هي معركة ستطول برأيك؟ بإذن الله بفصائل الجيش الحراء الجبه الجنوبية شكلت غرفة عمليات واحدة تعمل ضمن شعار واحد وضمن هدف واحد وضمن استراتيجية موحدة بإذن الله لن تكون معركة طويلة ستكون كمثيلاتها من تحليل التل الحارة في حوران في درعة ومن تحليل التل الجابية وعدة مدن الشيخ مسكين نوى نعم سيكون اللواء الثاني والثمانين نعم كمثل هذه النقاط التي تحررت بإذن الله هل لديك أي معلومات عن الوضع المدنيين في المدينة؟ نعم بالنسبة لمدينة الشيخ مسكين غالبية سكانها قد هاجروا البلدة وهاجروا المدينة بسبب القصف العنيف وموجة البراميل المتفجرة التي تسقط عليهم كل يوم نعم بالنسبة للقرى المحيطة بمدينة الشيخ مسكين هناك بلدة الدري وبلدة السحيلية وبلدة برغة نعم هذه البلدات أيضا شهدت اليوم حركة نزوح كثيفة حيث سقط برميل متفجر على بلدة برغة أدى لاستشهاد عدد من المدنيين وسقوط عدد من الجرحة كما سقط برميل متفجر أيضا على بلدة الدلي القريبة من الشيخ مسكين والتي أيضا بدورها شهدت حركة نزوح للمدنيين نعم إذن كان معنا من درعة أحمد أبو ريشان الناطق العسكري باسم جيش الأبابيل